أصدقائي متابعي القناة مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ما تنسى اجدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس بشتوصلكم كل الأخبار الجديدة والحصرية تسريبات هزت الساحة الفنية وفضاقح بالجملة مع بداية 2023 اللي تخلى علينا بقوة كبيرة تعمل بوليميك كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي اتمس من صورة فنانين كبار وفضاقح داخل النقابات الفنية نذكروا انه في سهرية رأس السنة على قناة الحوار التونسي مع هادي زعيم كان الباباراتزي حاضر وفجر معلوماته واخبار في حاوس تو مش تكون هي فضيحة الموسم وتتعلق بفنان تونسي يسرب محثة هاتفية تورط نجوم توينسا في قضايا تهرب ذريبي باش ينتقم منهم ما تعداش برشا وقت ودخلت بيز زردي على الخط ونشرت منذ قليل في خاصية تستوري على حسابها الشخصي تسريبات لنقيب الفنانين مهر الهمامي ونعرف العداوة الكبيرة اللي تجمحهم لاثنين علقت عليها وقالت هذه فضيحة الموسم التسريبات هذه جيت في شكل محثة هاتفية لنقيب الفنانين مهر الهمامي وهو يتأمر ضد نقابة الاتحاد الفنية ويصف الفنين اسيمة فرحات هو عظم النقابة بنعوت بشعة جدا وغير لائقة ويتهجم على النقابة ويتهم الفنين مهدي أمين ونائب وزير الثقافة يوسف بن إبراهيم بالفسيد وإني وزارة الشؤون الثقافية بش تشري قناة تلفزة تيفي بثمانين مليار وتهديها للنقابة هذه بش يتأسس قناة تلفزية وهو يتصدب طريقته وهيجع لهم الجامعة العامة متع وزارة الثقافة كما قال هو أيضا في تسريب صوتي آخر لنقيب الفنانين اظهر هو يتأمر ويتخابر مع سعاد عبد الرحيم ورئيس حركة النهضة رجل الغنوشي ضد نقابة الاتحاد الفنية وقال بالحرف الواحد متعيتل حتى نقابة عيتلنا احنا برك باش نظهروا في الصورة وباش نهزوا تصوير تشيخ وباش كومكوا هيكا نجوم تونس جيت ودخلت للمجلس لكن أقوى تسريب لنقيب الفنانين هو اللي فضح فيه الفنان الكبير لطفي بوشنيق والفنان العربي صبر البيعي وكانت مفاجأة صادمة للجميع ونتهمهم بتبيض الأموال والتهرب الضريبي وكشف أنه عندهم ممتلكات وعقارات ومعامل رفضوا يسرحوا على أملكهم وتحديوا القانون